هناك رواية رواها الخصيبي في الهداية الكبرى ومروية أيضا في الكافي الشريف للكليني رحمه الله ولكن اللفظة الأولي عندنا لأنه أضبط لأنه رواية الكليني شوي فيها تصحيف الرواية عن أبي الحسين بن علي البكاء عن زيد بن علي بن الحسين بن زيد هذا من سلالة زيد الذي يطلق عليه زيد الشهيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام اسمهم زيد زيد بن علي بن الحسين كجده يعني بس زيد بن علي بن الحسين ابن زيد بن علي بن الحسين هذا قال مرضت مرضا شديدا فدخل علي الطبيب وقد اشتدت بي العلة فأصلح لي دواء بالليل يعني حضر الدواء لي بالليل لم يعلم به أحد لا أحد علم بأن الطبيب قد جاءني وأنه قد أصلح لي هذا الدواء وقال خذ تداوي فيه مدة عشرة أيام فإنك تتعافى إن شاء الله تعالى زيد يقول وخرج من عندي نصف الليل وترك الدواء فما بعد عني شوية الآن طلع قبل شوية قبل دقيقة دقيقتين إلا أتاني نصر من هذا نصر واحد اسمه نصر غلام أبي الحسن علي عليه السلام الإمام الهادي هذا غلامه خادم الإمام الهادي فاستأذن عليه ودخل معه هاوا أي إناء فيه مثل ذلك الدواء الذي أصلحه الطبيب بتلك الساعة طبعا المثل مو يعني بالمكونات المقصود أنه دواء مثل دواء يعني بنفس الشكل خلي نقول وقال لي مولايا يقول لك هذا النصر يقول لمن لزيد هذا يقول مولايا الإمام الهادي عليه السلام يقول لك الطبيب استعمل لك دواء مدة عشرة أيام نحن إنما بعثنا لك هذا الدواء فخذ منه مرة واحدة تبرأ بإذن الله تعالى من ساعتك اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل ورجعه والعان عداه قال زيد والله علمت أن قوله حق طبعا ليش يقول هنا والله علمت أن قوله حق سأفصل لك فيما بعد إن شاء الله يقول فأخذت ذلك الدواء من الهاوى مرة واحدة فتعافيت من ساعتي بنفس اللحظة وردت دواء الطبيب عليه رجعت دواء الطبيب وكان نصرانيا الطبيب كان نصراني وترى بالمناسبة في ذلك العهد عهود العباسيين كان بالفعل الأطباء كانوا من النصارى يعني كانوا خبراء في ذلك يقول فرآني في صبيحة يومي هذا الطبيب النصراني شافني ثاني يوم في الصباح وسألني إذ رآني معافى من علتي ما كان السبب في عافيتي ولما رددت عليه الدواء تعجب أنا أعطيتك دواء قلت لك عشرة أيام لازم تتناوله حتى يا الله تبرأ وتتعافى أشوف بالليل رجعت علي الدواء وثاني يوم جيت أزورك أشوف ما بيك شيء شنو اللي صار يقول فحدثته عن دواء أبي الحسن عليه السلام ولم أكتم عنه شيئا تعجب هذا الطبيب النصراني يقول فمضى إلى أبي الحسن تعال دلني عليه هذا من الطبيب مالكم اللي بساعة وحدة قدر يشفيك فمضى إلى أبي الحسن وأسلم على يده وقال يا سيدي هذا علم المسيح وليس يعلمه أحد إلا من يكون مثله هذا اللي انت سويته هذا مو علاج البشر هذا هذا علاج المسيح عليه السلام لا أحد يتوصل إلى مثل هذا إلا من يكون مثل المسيح عليه السلام فأسلم البشرية لو كانت قد أوكلت أمرها إلى الله تعالى ورسوله وحججه عليهم السلام لما عانت كل هذه المعاناة بالأمراض والأوبيا وبالعلاجات الصعبة كذلك يعني المرض يبقى صحيح لأنه المرض من جانب آخر فيه فوائد للإنسان للبشرية فوائد حتى صحية من جانب آخر البدن يبني نفسه بالأمراض يبني مناعته بالأمراض كذلك يتقوى أحيانا بالأمراض مضافا إلى الجوانب النفسية كذلك التي سنلمع لها أو إليها إن شاء الله تعالى ولكن هذه الأمراض أولا لا تستجد أمراض تكون فتاكة البشر يخترعون أمراضا مثل ما حالتنا اللي جاي تصير الآن تحصد أرواح البشر وثم العلاجات تكون من الله عز وجل لتلك الأمراض اليسيرة إنجاز التعبير بما لا تطول معه المعاناة ولا يطول معه الشقاء هذا لو أوكلت البشرية أمرها إلى ربها لكن المشكلة أن البشرية أعرضت عن الله عز وجل فأوكلها الله عز وجل إلى نفسها روح عندكم جربوا حظكم هذا الرجل زيد هذا الرواية في الكافي تقول أنه بعدما حدث بهذا الحديث قال محمد بن علي أخوه قال لي زيد بن علي يأبى الطاعن أين الغلات عن هذا الحديث جدي شنو معنى كلامه أولا زيد هذا كان زيدية لم يكن إمامية لما حدث بهذا الحديث وأنه حصل على هذه الكرامة من الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام وإمتنا كانت نعمهم تعم الخاصي والعامي في كثير من الأحيان الإمامي وغير الإمامي في كثير من الأحيان نعمتهم تجري على البشرية جمعاء صلوات الله عليهم من جودهم وكرمهم ولإتمام الحجة ولمصالح مثل هذه المصلحة أنه هذا الطبيب النصراني ما كان ليسلم إلا لو أن الإمام بعث بهذا الدواء لزيد هذا مع كونه زيدية الشاهد هنا زيد هذا يحدث أخاه بهذا الحديث ويقول أولا يأبى الطاعن وعندي أنه يقول هذه العبارة خلافا لما فسره بعض شراح الكافي إنما يقولها على سبيل الاستفهام الاستنكاري يقول يأبى الطاعن يعني مثل واحد يقول وينكرون هذا ينكرون يطعنون في في هذا الإمام في علوم هذا الإمام لأنه علم الإمام الهادي ممن هذه علوم الأنبياء والأوصياء عليهم وسلم مثل ما توصل إلى ذلك الطبيب النصراني قال هذا علم المسيح هذا علم المسيح هذا هذا ما حد يقدر يجيبه إلا مثله إلا مثل المسيح عليه السلام حجة الله علم إلهي من الله عز وجل فيقول هذا زيد يقول لأخيه يأبى الطاعن يعني ويطعنون بعد ويطعنون على هذا الإمام ويطعنون في الإمامة أين الغلاة من هذا الحديث أو عن هذا الحديث ويقصد بالغلاة من نحن الإمامية الزيدية عندهم أن الإمامية من الغلاة لأنها تقول بعصمة الأئمة عليهم السلام وبحجيتهم وأنهم حججوا الله على البرايا ولديهم علم لدني من الله عز وجل عرفته؟ فكأنه يقول ماذا يقول ذوله وين هم الغلاة ذول الإمامية؟ خليوا سمعون هذا الحديث اللي أنا حصلت على هذه الكرامة التي تدل بشكل واضح أولا تدل على أن الإمام عليه السلام يعلم بالغيب بإذن الله هذه أول نقطة ما أدري انتبهتم أم لا لأنه اش دره أحسنتم اش دره هذا مريض ما نبلغ الإمام اش دره أنه الطبيب إجاء من ساعته يقول ما تباعد عني إلا جاءني غلامه ويقول لي الطبيب أعطاك دواء لمدة عشر تيام احنا نعطيك دواء من ساعتك تبرأ اخذ مرة واحدة ش مدري بهذا كله؟ يقول لم يعلم به أحد هو في بداية روايتي يقول جاءني الطبيب لم يعلم به أحد أنا فقط دزيت على هذا الطبيب وجاءني من نص الليل ما صار مجالهم حتى الطبيب إذا افترضنا راح حدث أحدا حتى يوصل الخبر للإمام الهادي حتى الإمام الهادي يحضر الدواء ثم يرسله مع غلامه يحتاج الأمر ساعات اشلون صار كل هذا في دقيقة واحدة؟ من الذي أعلم هذا الإمام؟ كيف توافق الأمر في نفس الساعة في نفس اللحظة؟ هذا معناه أن هذا الإمام متصل بالغيب أي واحد اثنين كيف جاءنا بهذا العلاج الذي بشهادة الطبيب الخبير علاج لا يقدر عليه بشر عادي؟ هذا علم المسيح عليه السلام هذا طب المسيح عليه السلام كيف؟ هذا معناه أنه قول الغلات طلع صحيح قول الإمامية طلع صحيح يقول يأبى الطاعين أين الغلات عن هذا الحديث؟ شون عرف المرض؟ هو شون عرف المرض؟ شون عرف علاجه؟ وأن العلاج بالفعل ناجع ويقولها بمنتهى الثقة يقول له من ساعتك تتعافى خلص يشربها مرة واحدة هذا إمام الإمام العاشر من أئمة أهل البيت الطاهرين أبو الحسن علي بن محمد الهادي النقي صلوات الله عليه وهذه قليلة ترى هذه كرامة من كرامات الإمام الهادي عليه السلام بس قليلة بالنسبة إلى كراماته عليه السلام أما وين البشر مسلمون ما يعرفون الإمام الهادي من هو شيعة لا يعرفون الإمام الهادي من هو صدقوني شيعة لا يعرفون إمامهم تعال روح سألها الشيعة سألهم ماذا تعرف عن الإمام الهادي عليه السلام اذكر لنا قصة واحدة عن إمامك الهادي اذكر لنا حديثا واحدا عن إمامك الهادي سيرة إمامك ما هي تعاليم إمامك ما هي ما يعرفه هذه مشكلتنا نحن معرضون يعني شوفوا الله مقدم لنا هدايا مقدم لنا هدايا شنو هذه الهدايا محمد وآل محمد عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجا والعاد لما الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني شنو يعني هذه هدية الرحمة من الله عز وجل الرحمة المهدات من إله العالمين للعالمين الرحمة هدايا الله عز وجل قدمها لنا احنا رفضنا تركنا رسول الله لأنه هذا الإشكال يرد إذا ولا أعداء الإسلام يقولون أنت لو كانت عندكم علاجات وتحملون الكفار نشوء هذه الأوبئة أخوان أنتو هم ما ناكسين أنتو هم ما شاء الله المسلمين هم عندكم أوبئة وأمراض وطاعون وإلى ما شاكل مع أنه القياس ليس يعني تماثليا في الحقيقة لكن السؤال هنا إنه ومن قال لك أنهم مسلمون حقا من قال لك أن المسلمين اليوم مسلمون بالفعل مسلمون بالإسم أما بالأفعال هل يتبعون ما جاء به الإسلام حقا وأي إسلام أسا قد تلاقي واحد مثل الثور الهائج يقول يسمي نفسه مسلم طوّل لحيته ومدرش مسوي وكذا وعباد الله اتقوا الله ومدرش شنو كذا وتكبير وتفجير بس غير هذا ما عنده هذا أي إسلام هذا ليس هو الإسلام الذي نزل من السماء ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله ليس إسلام أهل البيت هذا إسلام الاختراعات الأرضية سقيفة وبني أمية وبني العباس ومن شاكل أرعور وطرطور ومن هذول إسلام أرضي مصطنع هذا إسلام تايوان قالوا لنا لد تقولون هذا الاصطلاح بعد يزعلون التايوانين يقولوا نحن شبينا إسلام تاينا هم يزعلون الآن أكثر صار كلهم بعد اختراعاتهم في كل مكان هذا قبل كان تايوان يقلدون الماركة الآن كل هذا الموبايل اللي عندك مصنوع بالصين شنو يعني شنو نسوي شنو نطلع نقول نسميه اصطلاح حتى لا أحد يزال علينا نقول عنه لنا نقول إسلام سوق مريدي باعتبار سوق مريدي كان قبل كل التزوير أنا طلعت جواز عراقي تصدق جواز عراقي كامل بالأوراق بالكذا حتى مكتوب بي أنه أنا خادم بالجندية أيضا مخلص التجنيد كله مخلصه كامل شامل بالأختام الحقيقية المضبوطة 100% كله من سوق مريدي فرع وزارة الخارجية بسوق مريدي هناك طلعنا الجواز والله ولا رحت أنا أصلا واحد من إخواننا راح هناك أصلا طلع لنا الجواز و جاب ليه المهم لا واللطيف بس يقولون هذا شلون بالله هذا مفروض الجواز وكذا ما كان مسموح زمان النظام أنه يطلع واحد ملتحي بالجواز لازم زين لازم يعني حالق لحيته شلون هذا طالق ابعد أسمحه شوه أسأل مهم أي شيء اللي يكون يكون الشاهد فهذا الإسلام الإسلام اللي ماشي عليه المسلمين اليوم إسلام مزور مثل الإسلام ودوه إلى سوق مريدي قالت زوروه لنا يا مو أصلي عملة مزورة مو حقيقية عرفتوا هذه هي المشكلة إيراني لا تزعل الإسلام كوشي مروي هناك زين هناك تروح تحصل الإسلام ملا هذا كوشي مروي تحصل كردستان بربيل شيخ الله أي خوش شيخ الله بربيل زين هاي مشكلة الإسلام اليوم مفقود